أهلا وسهلا فيكم مشاهدي هنا الاقتصاد قطاع السياحة والمطاعم يعتبر من أهم القطاعات في لبنان وبالرغم من كل الأزمات والوضع في الجنوب اللي مر فيها مازال جاذبا للإستثمار وبالتالي خلق فرص عمل كتير ضيف حلقتنا اليوم رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتسري في لبنان توني الرامي أهلا وسهلا فيك أستاذ توني أولاً ماذا عن قطاع السياحة بشكل عام وماذا عن المطاعم بشكل خاص هنا لبنان هنا السياحة في لبنان مثل ما بتعرف أستاذ أنتوان وجه لبنان الحضاري هو هالكطاع السياحة في لبنان مش من اليوم من 75 لليوم تقلق لبنان بالكطاع السياحة تقلق بالكطاع الخدمات فنادق بيروت هي كانت إذا بدك أساس الحرب اللبنانية أول ما شاءوا أنه يدمروا بيروت دمروا فنادق لبنان لأنه فنادق لبنان كانت عصب لبنان السياحة الكطاع المطعمة من خلال مطبخنا اللبناني مثل ما الكل بيعرف تقلق لبنان بهذا المطبخ الحلو اللي بلش بالبردونة بسنة الـ 1800 وشوي وأصبح اليوم سافير لقلنا بقل دول العالم ومثل ما الكل بيعرف أنه لبنان اليوم مقصد سياحة لأنه عنده تعدد سياحة وتنوع سياحة كتير مهم خصوصا بالقطاع اللي نحن بنرأسه نقابة أصحاب المطاهم والمقاهي والملايه والباتيسري هذا قطاع كل اللبنانية بتحبه كل اللبنانية بتشهد أنه هذا من أجمل القطاعات اللي بقيت بعد الأزمة اللي عمرها خمسة سنين وهلأ رح نحكي عنها شفنا لبنان سنة الماضي رغم تراكم الأزمات نحن بعصب الأزمة الأزمة عمرها خمسة سنين وقع مالي وقع اقتصادي وقع اجتماعي وقع سياسي سفر إصلاح برضو دخلنا الحرب للأسف اليوم عم نشوف أنه لبنان عم بيفوت بعز موسم الصيف وإذا بنا نرجع ونشوف حساباتنا صيف الماضي وكيف تقلق لبنان والدخل السياحة قداش كان منلاقي اليوم أنه الواقع الأمنى عم بيأثر سلماً على هذا الموسم السياح هلأ بنرجع بنحكي فيهون بنحكي عن الصعوبات اللي عم تقطعوا فيها اليوم قداش أنتو كمطاعم حارصين على المطبخ عندكن وقدي حارصين على جودة ونوعية المأكلات اللي عم بتقدموها أستاذ أونتوان تعرف حدا إجا موسم الماضي على لبنان مثل آخر الصيف مبسوط وعم بيقول شو هالقطاع الحلو شو هالخدمات وشو هالمستوى الخدمات اللي عم بيقدمو أصحاب المطاعم صيف الماضي كنا برابع سنة أزمة كان في حرص أساسي من نقابة أصحاب المطاعم أنه أصحاب المطاعم يحافظوا على مستوى الخدمات بعد أربع سنين من الأزمات وهي دي يعني تشالنج كتير كبير اليوم أنك أنت تكون بكل هال بكل هال بكل هال عندك كل هالانهيار وكل هالسلبيات اللي حواليك حتى يمكن ممكن الواحد يستهتر شوي بالمأكلات بس أنه أنتو أديك أنتو حريصين عليهم أبداً مثل ما الكل اللي بيعرف صيف الماضي مثل ما الكل اللي بيعرف لبنان قدمنا أعلى مستوى من الخدمات على صعيد قطاع المطاعم وعلى صعيد قطاع السحر وحطينا لبنان على الخرطة السياحية العالمية وما في زائر اجع على لبنان ما شكر القطاع السياحي وقال هيدا الموسم قضينا أحلى موسم بلبنان أكلنا أحلى أكل كان عنا أحسن خدمة وصرنا أحلى صهر علماً أنه خلال هالأزمة الأربع سنين كان عنا هجرة كتير كبيرة للكوادر المهنية وانت بتعرف أنه يعني كيف أصدر الرأسمال البشري هو أساس مصلحة السياحة بعد الانهيار المالي والاقتصادي صار فيه هجرة جماعية من كل الكطاعات ومن كطاعنا كمان نظراً للي صار عنا والمعاشيات صارت بالدولار قليلة جداً الهجرة المهنية كانت كتير كبيرة بالخليج واستقطة بالخليج كل هالقدرات المهنية من الكطاع السياحي اللبناني وحتى عنده تيتفوق على لبنان فيها ولكن صيف الماضي مع افتتاح 300 مؤسسة مطعمية رغم الواقع المالي رغم انفجار المرفأ وسفر تعويضات من شركة التأمين من دون مصارف من دون مصارف يعني تمويل ذاتي كاش إن سيف كاش من بجيبتنا من اللحم الحي يستثمرنا من دون طاقة اليوم ما في قطاع بيقدر ينهت خصوصاً القطاع السياحي بلا كهرباء يعني طاقة خلقنا طاقة وخلقنا طاقة إيجابية وفتحنا 300 مؤسسة واستقطبنا 15 ألف موظف من الخليج كانوا موجودين عنا وهذا الشي علامة فارقة بالقطاع إنه رجع موظفينه دولر لن معاشاتهم بعد ما دولرنا نحنا في طولتنا السياحية ونحنا كنا أول قطاع دولرنا نقدر نحافظ على مؤسساتنا وعمالنا وقدمنا صيف ممتاز وقدمنا مشهد حلو كتير كل العالم كان عم يطلع إنه شو هيدا البلد شو هالإزدواجية بلد بأزمة طويلة عريضة إنما القطاع السياحي وخصوصاً القطاع المطعمة وقطاع السهر عم يطلع أنا بدي أسأل هون سؤال الغير كل بيسأله إنه هل طبيعي مثلاً بمطعم بأي شارع بلبنان خلينا نبعد شوي عن بيروت بتروح تطلع فاتورتك 30 دولار على شخص أو 25 دولار على شخص طبيعي إنه بالشانز إليزي بأهم مشاريع وبالأنتركات اللي يعتبر مثلاً من أهم مطعم اللي الناس بتنطر عنده لحتى تفوت بيطلع فاتورتك 25 يورو أو 30 يورو طيب هل يعقل مثلاً إنه يكون فيه بلبنان هون بشارع بالكاسليك عم تطلع نفس الفاتورة ببريز طيب هيدا كمان يمكن فيه نوع من الناس عم تقول طيب كتير غلى كتير فحش كتير فيه غلى بالفوتير غلى بالأسعار وخصوصاً بالمطاعم أستاذ عنطوان اللي بيميز القطاع المطعمي وقطاع السهر بلبنان إنه عنده مروحة أسعار بتناسب كل الميزانيات نحن بالقطاع السياحي ما نقدم ثلاث إشياء من بيع برند من بيع كواليتي ومن بيع لوكيشن ثلاث عوامل أساسية بحدده السعر كنت حضرتك عم تحكي عن الشانزيليزي بالشانزيليزي بالدوماغو فنجان الإلي إذا كان إلي إسبريسو حقه 7-8 يورو 10 مطار لقدام إذا كان لفتزا بمطعم تاني حقه 2 يورو من هيك اللوكيشن والكواليتي والبرند حقه نفلوس وهون بدي أقول إنه أصعب شيء باللبنان عم نعاني منه هي عدم موجود سياحة مستدامة يعني عدم عدم قدرة هالمؤسسات إنه تشتغل على مدار السنة منضيف عليها هالتات أربعة سنين كلفة الطاقة أو اللي نحن منحطها على الـ P&L تابعنا هي اللي هي بالإنترناشنال نورمز مفروض تكون 6-7% من الجروس سيل تابعنا يعني مما بيعاتنا اليوم كلفة الطاقة عنا بلبنان بين 22 و 25% هيدا الشيء أدى أن يكون عندك كلفة تشغيلية كتير عالية منضيف عليها كل هالغلاء اللي صارها الثلاث سنين بسبب الإنفليشن اللي صارت عالميا أنت بتطلع بالسلة الغذائية اليوم إذا بتطلع بالسلة الغذائية بالسوبر ماركت شو كانت الفاليو تابعة من سنتين وشو الفاليو تابعة اليوم بتلاقي هيدا السلة الغذائية غلية عليك 30% نحن عنا مشكلة بالـ بخلال المشتريات عنا مشكلة بكلفة الطاقة وعنا مشكلة أنه صيفنا أو مواسمنا هي مخزون تنقدر نضايل كل السنة ونعمل صيانة لمؤسساتنا كل السنة نحن للأسف لأنه عنا أزمات عمرها 5 سنين ما عم نقدر يكون عنا سياحة مستدامة وهذا شيء أكيد بيرقنج الأسعار بس برجع أبقول اليوم المواطن اللبناني أو المختلب اللبناني هو بيختار المؤسسة من تلقاء نفسه وهو بيعرف حاله وين رايح وهو بنقل اسم والشهرة التجارية والعالمة التجارية والجودة والموقع ويدقل على المؤسسة عارف حاله شو عم يدفع المهم بالنسبة لألنا كان آبة أنه أسعارنا تكون موجودة على بويب المؤسسة وأضف على ذلك اليوم في تواصل اجتماعي قائمة الطعام موجودة على السوشيل ميديا والزبون بيختار مستوى الخدمات اللي بيناسبه وبروح عليه طيب هل مثلا إذا مطعم عم بيفتح جديد لنعتبر هل بيسأل مثلا النقابة شو رينج الأسعار المفروض تنحط ولا أو بياخد برأي بهذا العين الاعتبار النقابة ولا عم تكون هيك عشوائية أو لا أبدا منا عشوائية نحنا ببلد اقتصاد وحر وحضرتك من دعاة الاقتصاد الحر والحرية والديمقراطية والليبيرالية وهذا اللي بشي بيميزنا اليوم خلي الشاطر والعن بيقدم جودة ونوعية وخدمة وأفضل سعر يتفوق على غيره وخلي المنافسة تلعب أهم دور وخلي زبون هو يكون الحسيب والرأي حضرتك دخلت على مؤسسة أكلته شربته ودفعت عجبتك الاكسبرينس لأنه بالنديجة هي بترجع بقيدة ما عجبتك بتروح عند غيره هيدا المنافسة وهيدا الاقتصاد الحر طيب هل النقابة عندها رؤية أو استراتيجية أو خطة معينة عم تمشي عليها لحتى تحسن هذا القطاع ونعرف أن هذا القطاع من أساس القطاع الساحي بلبنان ومن أساس بفوت دولارات لا يستهن بها اليوم هل في خطة معينة عم تمشي عليها أو استراتيجية معينة؟ كنا عم نحكي قبل ما ندخل عن استوديو أنه القطاع أيم بحاله لحاله بالعادة لازم يكون فيه تشارك ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ما فيه دولة بالعالم القطاع الخاص أيم لحاله بده كهرباء بده تشريعات بده تحفيزات بده قروض بده قروض مدعومة نحنا عم نفتح مؤسسات من اللحم الحي رؤية النقابة مثل ما أنت حضرتك أستاذ أنتوان وحضرتك متابع اقتصادي ومتابع لموضوع النقابات واعتقد هالعشر سنين لتراك ريكورس طبع نقابة المطاعم كان جيد بكل فخر بقول النقابة حطت بوزيشنينج لها القطاع على المستوى جدا نحنا أي مؤسسة بده تدخل على نقابة المطاعم بتقدم طلب وإذا لأينا نحنا أنه مستوى الخدمات ومستوى سلامة الغذاء بالمؤسسة والكريتيريا المطلوبة بيستاهل بيحط الكواليتي ليبل طبع هالنقابة على باب المؤسسة أضف إلى ذلك كل هالترويج السياح اللي نحنا عم نعمله أضف إلى ذلك كل التحفيزات والبزنس بلان والمشورة المعطية لأصحاب المؤسسة ولكن أنا برجع أبقلك لحالنا منطلقاء نفسنا عم نبادر بالمبادرات الفردية الكطاع الخاص أيام لحاله اليوم بعد هذا وضع كل الكطاعات بس نحنا منتمنى أنه يكون فيه تشارك وتكامل مع الدولة وللأسف هذا شيء مش موجود اليوم شغلة الدولة تقدم لك تحفيزات تشريعات رؤية استقرار أمنة استقرار سياسة هدوء بالبلد تقدر أنت تشغيل نحنا لحالنا عم نقلع شوكنا بإيدنا تبدأ اليوم المقاهي والمليهة اللعبة الدور بتحسين الصورة بظل الوضع اللي صاير بالجنوب يعني لعبة الدور كنا عم نشوف حرب وصور انت عاش وناس وعجأة تبدأ اليوم لعبة الدور بحرب سياحية إذا فينا نقول يعني حرب إيجابية إذا بدنا نقول أكتر استاذ أنتوان حضرتك وأنا اليوم عم ننشر الإيجابية وعم نعمم الإيجابية إذا بالشكل نحنا مرتحين نحنا بالداخل وبالمضمون مأهورين ومحروق قلبنا على الوطن وعلى أهلنا بجنوب وعلى مؤسساتنا بجنوب وعلى ناسنا بجنوب واليوم استاذ يعني عفوا ناس إذا بتقول أنه هيك يعني مثل كأن المطاعم عم بقولوا أنه مش ماشي حالا عم تشوف صور في عجأة في ناس في عالم طب يمكن هل المواطن رح يصدق أنه اليوم المطاعم المقاهي والملاهي مأهورين أو باللحم الحي أنه رح يقولوا أكيد عم بيربحوا وأكيد عم بيكون فيه نحنا حكما موجودين أول شيء أول شيء تنقدم صورة حلوة عن لبنان تنقدم جودة ونوعية وخدمة ولقمة حلوة وهذا شيء كل صاحب مطعم اليوم بيدخل وبحت هدف أنه فقط يربح مصاري وفقط بده يسعر بالغالي وفقط بده يبيع بسرعة ويطلع مصريته بهالوقت وقات نحنا أنت عم تشوف أنه ونحنا كان قلنا بيان من فترة وحضرتك نشرته أنه كل ما يفتح عشر مطاعم سبع عم يسكره عم يبقى المطاعم اللي عم تحافظ على مستوى الخدمات على كل هالجودة والنوعية والخدمة والأسعار المدروسة اليوم هذا القطاع معمولته يربح بس هذا القطاع بيدفع درايب أستاذ أنتوان بيدفع درايب اجتماعي بيدفع دريب الدخل بيوظف اليوم أكتر من 50-60 ألف لبناني وبالمواسم القطاع المطاعم فقط مش بس القطاع السياحي القطاع السياحي عموما حجم وظيفه 150 ألف منها 40% فقط للقطاع المطاعم وقطاع السهر لهذا قطاع حيوي كل الناس بتشوف حالة فيه ما في لبناني اليوم بيقلك أنا اليوم عندي مغترب من قريبيني جاي على لبنان أو عندي سائح أوروبا وعم تشوف البلوجرية كيف عم يحكم عن لبنان هذا بفضل زملائي الأبطال البعضهم عم يفتحهم مؤسسات وبعضهم عم بيقدموا أحل أعلى مستوى أكل وسهر بلبنان طيب أداية في مؤسسات عم تفتح أو مطاعم أو مقاهي أو ملاهي أداية فتحت حتى هذا الصيف عدد المؤسسات المطاعمية بالألفين وتسعة عش أستاذ أنتوان مطعم ومقهى ومالها وبالتسري كانت 8500 مؤسسات بالألفين وتسعة عش ببدايتها انفجار عدم استقرار كورونا انفجار المرفق لحاله دمر 1139 مطعم ببيروت نزل العدد للأربعة 1300 مؤسسة يعني تقريبا القطاع خسر 50% من عدد مؤسساته صيف الماضي من دون أي تحفيزات واواوا فتحنا 300 مؤسسة وهذا الموسم عنا 50 مطعم كانوا على البايبلان فتح منهم حوالي الأربعين مؤسسة وبعد فيش عشرة عم يفتحوا منهم أربع خمس علامات تجارية عالمية فتحت باللبنان ببدا نعمل لهم دعاية ولكن عطوا صورة إيجابية باللبنان بس صاحب الامتياز والوظيف اللبنانية يعني عم نشوف علامات تجارية من برا اذا فرانشايزور عم يعطي علامات تجارية لفرانشايزي لبناني ولكن صاحب الامتياز اللبناني والوظيف اللبناني وهذا الشيء بيعطي هيكه شوفت حال انه فيه علامات تجارية عالمية عندها انترست بالسوق اللبناني طب ما هم تلاحظ في تردد عندهم مثلاً للمستثمرين أنه يفتحوا مؤسسات أو مصالح جديدة عم بيكون في عندهم تردد أو في شغلة استاذ أنتوان أول مرة بقول له ولازم لكل يخذها بعين لاعتبار وحضرتك اقتصادي في مصالح بالخزنات عمره خمس سنين في كاش انت سيف هو للمصاري كاش اليوم الناس عم تربح مصاري أو مع مصاري أو مخزنة مصاري كاش والإنفليشن عم نشوفها كل يوم قدامنا وفيه هاجس عند بعض الناس أنه مصرياتنا عم تدوب وهذا الكاش ما بينحط بحسابات بره وبيتخذ عليه فويد لأنه كاش ده الاستثمار اللي صار أنه من بعد صيف الماضي من بعد اللي فورة اللي صارت صيف الماضي صار فيه كتير مستثمرين جاهزين تا يستثمروا استثمروا منهم مع أشخاص صح ومنهم استثمروا مع أشخاص غلط من أصل عشر مطاعم عم بيسكر سبعة من أصل عشر مطاعم فيه ثلاثة عم يتقلق وهن أصحاب يخذوا الخبرات اللي بيعملوا بروبر بيزنس بان بيعملوا دراسة جيدة وبيخدوا مواقع جيدة وبيكونوا من أصحاب الخبرات وبيكونوا مهنيين مش دو خلاق على السوق وفاتين يعملوا أرباحهم بصيف أو بشهر أو بشهرين بدنا نميز مبين المؤسسات السياحية النظامية اللي عندها سلامة وقائية وسلامة غزائية وسلامة عامة وظيفة لبنانية وما بين بعض الدكاكين السياحية اللي عم تفتح ونحن عطول منقولوا ما منستحه منميز كتير بين الأنترابرنور بروفيسيونيل والرستوراتور بنعتباره انو مهمين وبين الأنترابرنور اللي مفكر انه هيدا المصلحة فيت ستسلى فيها وفيت يعمل أرباح بكم شهر عم تشوفوا عم يطلع من السوق بشكل سريع طيب إذا بننقارن شوي بالعام بصيف أو بالفترة نفسها اللي هلأ نحن وصلنا لها بصيف ٢٢٢٣ هل في تراجع نوعا ما؟ أنا ما رح رجعك على ٢٠٠ ٢٠٠ أفضل سنة سياحية في لبنان وأبدأ خبرك عن أرقامة إذا بتحب بعطيك شوية تفاصيل عن الألفان وعشرة الألفان وعشرة هي أفضل سنة سياحية بتاريخ لبنان الدخل السياحي كان ٩ ملياره ٧٠٠ مليون دولار يعني حوالي ١٠ مليار بشكل مباشر والسياحة هي قاطرة إلى كل الكطاعات الانتجية يعني إذا بشكل مباشر ١٠ مليار يعني بشكل غير مباشر ٢٥ مليار لأنه السياحة بتدور كل الكطاعات حتى بييع الورد عباب الملها بيستفيد عدد السياح يعني عم نحكي عن سياحة كان مليونين ومئة وستة وثلاثين ألف سائح زائد المغتربين اليوم عم نحكي عن عدد وافدين على المطار هؤلوافدين مش كلهم سواح وجينير لو يشربوا نتيجة هيدا مطار سوريا ولبنان عملنا صيف وعملنا سنة سياحية بالألفان وعشرة كل العالم حكي عنها سنة الماضية رغم كل الأزمات قدر لبنان يوصل لدخل يعني يقال أنه بين ٥٠ مليار ليش عم قول يقال لأنه اليوم نحنا بكاش ايكونومي ما في أرقام ما في داتا معينة ولكن بأقل تقدير بأقل تقدير أنه هالقطاع عمل ٥ أو ٦ مليار دولار وهيدا رقم ممتاز بالنسبة لبلد موجود بأزمة وكل هالاقتصاديين وحضرتكم منهم كانوا عم يحكوا عن الأرقام نحنا هيدا الموسم ما فينا ما بدنا نقى كتير إذا بدنا نحكي عن الجون وأول عشرين يوم من الجولاي فيه دروب ٣٥ إلى ٣٧ بالمئة إذا بنعاري نأبلتو أبل المؤسسات اللي كانت سنة الماضي ريجي وهالسنة بنفضل إنه نقطع الجولاي ونعطي الرقم الصحيح وعنا مؤشرات بتبرهن بأشيه ولكن منقول إذا نحنا عم نعيش الحرب واقتصاد الحرب الوضع مقبول ولكن ما عنا قلق مبلغ مش عم نعيش السياحة كل يوم يومه مبلغ مثل أي مواطن لبناني اليوم مش عارف اليوم مصيره مصير مدارس ولاده ومصيره بكرة فيه مخاطرة دايما طبيعي طبيعي بس ما كنت تتخيل إنه ممكن يكون أسوأ هذا الصيف يعني وممكن بكرة يكون أسوأ كمان مين بيعرف ونحنا عم نحط قدامنا هدف إنه بدنا نكفص صيف بأعلى مستوى من الخدمات مثل ما كنا عم نقول نحافظ على صورة لبنان نحافظ على المختلف بستيح على كل هالكسبرينس بالمؤسسة نجرب نخليه يطلع مبسوط من عنا على قدر على قدر من الواقع الأمنة والنقذة والحرب النفسية والحرب الإعلامية ضد لبنان كانت كتير كبيرة ببداية هذا الموسم رغم ذلك فيه إصرار عند اللبناني عصاعد السياحة الداخلية هالجوادو فيفر بده يظهر بده ينبسط بده يغير جو وفيه نوعان من الاختراب فيه الاختراب الموجود بالخليج اللي عنده بيته وسيارته أهله هيدا last minute planner طب شنته إجا أما الاختراب من long distance اللي جاي مع شنته وعيلته وجاي يقعد بأوتال ويستأجر سيارة هيدا السائح ما إشي الأكيد الأجانب كلهم حذر من سفراتهم ما يجوا على لبنان والإخوان العرب للأسف نحنا بخلاف سياسة نحنا وياهون والأردني والمصري على أمل أن تتصلح طبعا هيدا هيدا الدسم السيحي بالألفين وعشرة كان من السائح العربي لأنه مدة إقامته طويلة ومعدد أنفاقه عالي ومنعش نحكي أرقام على الألفين وعشرة منقول بالنسبة للظروف الحمد لله طب أمتين بيخلص موسم الصيف وبيصير فينا نأيم موسم بشكل عام مقارنة بالموسم البقية يعني أمتين بيخلص هيدا تقريبا أنتو بحسب سنة الماضية أستاذ أنتوان عملنا سبعين يوم سبعين يوم من عشرين جون لوحد سبتمبر عملنا سبعين يوم طب مننا سبعين يوم تفوقنا على كل المواسم يعني بتعتبروا أنه واحد سبتمبر هو آخر الموسم بتعتبروه كقطاع مطاعم سبتمبر إذا عم نحكي عم نحكي عن البيك تبع الموسم طبيعي أنه قبل عشرين جون ببليش الناس تطلع على بحورة وتظهر على المطاعم وتروح ببيوت الضيافة وأكيد من واحد سبتمبر لعشرين سبتمبر بضل في حركة بس الموسم الحقيقي نحنا من قيمه من عشرين جون لوحد سبتمبر سبعين يوم لا انتقل إلى الملف الأخير اليوم مقاطعة المطاعم لأنه فيه طبعا شرائح كتير كبير من الناس قاطعة بعض المطاعم والكافي شوبس والغيرة هل هذا إذا بدك نجح بطريقة برأيك أو ضر أكتر ما أكتر ما نجح أكيد ما نجح أستاذ أنتوان لأنه العلامات التجارية الموجودة اليوم باللبنان الفرانشايزي هو لبناني صاحب الامتياز هو لبناني والوظيف هي لبنانية والسابلاي تشين هي لبنانية يعني هيدا الطريقة نحنا عم نضر مؤسسة لبنانية مسجلة باللبنان وظيفة لبنانية وعم تدفع ضرائب لبنانية طيب شو خطتكم المستقبلية كنقابة هل في رؤية هل في شي رح تعملوه بقريبا نحنا بدنا نتكامل مع دولتنا بدنا هيدا الدولة تنتخب رئيس جمهورية وتبلش تعمل إصلاحات ويصير عنا تكامل وتشارك نحنا والقطاع العام وصير عنا دولة نقدر نتعطى نحنا ويها مبادراتنا بالنهابة مستدامة كل يوم كل شهر كل أسبوع عنا مشاريع جديدة على صعيد مؤسساتنا بس ما بيصير فيه تشارك وتكامل بكل الكطاعات ولا دولة بالعالم إلا ما يكون الكطاع العام والكطاع الخاص موجودين حد بعضاً إذا بك تختصرنا اليوم شو الصعوبات اللي عم بيقطع فيها القطاع المطاعم والمقاهية والماليهي باختصار شو هنه النقاط اللي أكتر شيعاً بتواجه هذا القطاع اليوم أكتر شي عنا هو الواقع الأمني والواقع السياسي بحسن الظروف الاقتصادية والظروف المالية اللي نحنا بحاجة لأله بس يصير عنا زروف مالية واقتصادية جيدة بصير عنا قدرة شرائية وبس يصير في قدرة شرائية في لبنان بنرجع بنستعيد عافية الكطاع أو الطبقة الوسطى اللي هي بالنسبة لإلنا دينامو ومحرك الكطاعات الانتجية كلها نحن عم نشتغل اليوم على 5% من الشعب اللبناني عنده قدرات يصرف بالسياح هذا الشي ما بيكفي الطبقة الوسطى هي دينامو محرك الاقتصاد نحن بلى مصارف وبكل دول العالم اليوم إذا حضرتك عندك رؤية أو فكرة أو مشروع بتقدم ملفك للبنك والبنك بيجيب بيقف حدك وبيدعمك وبمولك بتاخد subsidized loan ومتل ما كانت الأمور تصير يعني نحن اليوم بلى مصارف بلى طاقة اللي قلتلك قداش كلفت علينا بلى رؤية مالية بلى رؤية اقتصادية بلى أصلاح بلى دولة بلى رئيس واليوم عم نش حالة حالة حرب يعني أسوأ من هيك ما بيع تقيت بعد فيه ظروف رغم كل شي بعدو هالقطاع جبار بفضل أصحاب المطاعم ولا حدا قلو شي علينا هاي دي الدولة ما عملت لنا شي هاي دولة عم بتحربنا الفضل لنجاح المواسم السياحية هاي اللي هني للأبطال المقاومين أصحاب المؤسسات السياحية فوضى اقتصادية يعني ما وقفت حد حدا الدولة لا حد حد أي قطاع طبيعا ما وقفت حد أنا أبدأت شكرك سيد سوني الرامي وبدأت شكر كل المشاهدين طبعا ملاقيكم بحلقة جديدة الأسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر